اللي بيحصل ما بين محمد صلاح وكابتن حسان حسن أكيد مش عاجبنا ولا عاجبنا لأننا آه يعني هو الموضوع لعبة كورة يعني فعارفين حالة اللعيب يستني إيه من المدير وعارفين الرمي بيبقى مرمي إزاي على إيه وقصده إيه الموضوع أصلي الموضوع بقى مش ظريف واخد سكة مش حلوة أنا دايما بقول دايما بقول وإحنا أنا بطلعك دلوقتي بحلل وأنا بحلل لازم بأخد بالي أول وأنا بحلل أنا بحلل كورة بس خصوصا لما يكون اسمه مرشح دايما لمنتخب مصر ودايما في حالة جدل عليه في العامل إحنا حساسين جدا يعني دايما أنا ما هطلع الكلم على الأيب كورة أنا رجل مدير فني كابتن إستان بيشتغل في ال هيجي وقت هيبقى موجود في الحتة الفنية أو الحتة الإدارية هيبقى فيه لقاء لازم اللقاء يبقى معروف أن أنا بحلل فني بس خلي بالك أنا واحد من الناس مثلا ممكن جدا 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 أنت تبقى بتلعب مع الجونة ما سماسك الجونة وماسك وبتلعب مصرد الأهلي أطلع أقوله النهاردة رضا كان وحش جدا وكل حاجة ولكن أطلع قابلك أسلم عليك عادي وعلى فكرة أنا بعمل كده أنا من الناس اللي بتقدر تفصل كويس جدا ما بين شغلها وما بين حياتها الشرصية أنا واحد بعمل دايما كده ولكن أنا هنا بتكلم لي لأنه الحقيقة أنا عندي برضو ملاحظات على طريقة إدارة الكابتن حسام وكابتن إبراهيم للجهاز الفني لمنتخابنا الوطني أنا بشوف أنه يجب أن تكون هناك احتواء مش احتواء بمعنى الحاجات احتواء ما بين الكابتن حسام ومحمد صلاح لأن محمد صلاح نجم كبير واستحق ويجب أن يكون لها معاملة خاصة مش معاملة خاصة أن أنا أجيب له بادي جارد ومش عارف إيه والكلام ده معاملة خاصة بما له من وضع في إنجلترا بما يفعله المتخدمات بوضوح كده تصريحات كابتن حسام حسن وعدم ذكر اسم كابتن محمد صلاح أو محمد صلاح في الأسماء الغيابات ده اللي حضرهاك تقصده وده التأثير اللي هو باين الخلاف أكتر بين الان أنا أصد العلاقة من الأول يا رد معرفش رأيك إيه أنا أصد العلاقة من أول يوم لغاية يعني تصريح كابتن حسام حسن قالك احنا نقصي لعيبة كتير وذكر عدة لعيبين المصابين واللي مش موجودين الجيش تقولي أنه هو أنسي هو منسوش ولو هنسى مش هنسى صلاح يعني يعني بيعني يعني نفتكرش النووي وإمامه كل هي مقصودة والفكرة كلان هي رايحة في حتة ندية وده مش صح ومش مفيد لأي طرف من أطراف احنا رايحين في حتة ندية براب عليك ببص شئت أبيت صلاح أحسن لايب في العالم من أحسن لو قلنا تلاتة هو واحد من التلاتة هو واحد دلوقتي الفرقة بتاعته متصدرة تمام وهو من هدفنها تمام وبقاله ثلاث سنين هدف لفرقة دي بص أنا إحنا عندنا أزمة بوجهة نظري من اللي أنا بشوفه في فترة اللي فاتت إن إحنا مش قادرين ننسى إن إحنا كنا لعابة كورة يعني إيه لما بمسك مدير فني ما بنساش إن أنا تاريخي كالعيب تاريخ الكلعيب ده هو جزء منفصل تماما عن تاريخي وأنا مدر أو أنا بعمل إيه وأنا مدر مش كلا إنه هنبفضل مكملين بشخصياتنا بتاريخنا ونتعامل على هذا الأساس إن أنا كذا أنا اسمي ما ينفعش أتعامل أو بس هنا أنا أشوف إنه التسخين أي وما نرى يعني إيه التسخين يعني أحد يطلع أولك إيه على فكرة كابتن حسام أنا أعدت معاك كتير جدا وإحنا في السعودية أعدت معاك فترة طويلة جدا هو كابتن إبراهيم وشفت إنه هم تغيرها تماما 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 ولكن وشفت إن وقرت لهم الكلام ده قلت له يا كابتن مصر كلها وقفة في ظهرك وكلنا وقفين في ظهرك ولكن قلت له كده برض قلت له قدما تخطئ حتلاقينا أول ناس بنانتقد اللي أنت بتعمله وقلت له يا كابتن حاول تلم الدنيا مع صلاح في حقيقة كل الكلام ده بس خلي بالك التغيير اللي أنت بتقوله بتغييره وإحنا عادين مع بعض المبارار لما الحاكم بيبدأ الموضوع مختلف طبعا طبعا بينسوا كل ما هو اللي كان بيتقال اللي هو بيرجع بقى العصبية بتيجي طريقة الكلام بتبقى فيها برضو طريقة فيها شدية فيها عنف فيها هي كابتن حسن حسن مميز بالحتة دي أصلا بس خلي بالك يعني بتبقى مهمة في أوات وإنت لازم تبقى وإنت بتعمل الشدة ده الشدة دي مهمة أوي تبقى واخد رد فعلها جاي جاي بمش سلبي يعني ما كان كان جزيبي يعملها ما بيعملها بس بيعملها وعارف هتجيب له إيه بعد كتا لأ بس الجزيبي كان فيه حتى بتاعك أنه بعدها على طول يهزر عادي لا ولأ ويقواد بيكملها ده جزيبي كان بيقواد بيكمل ومشيك من نين لا أنا فاق هو عارف فهو عايز إيه فنقصه دينين هو عايز يبشيك كمان ثلاث شهور مثلا فعيبتني من دلوقتي إنه هو يخلص عليك خلي بالك إننا مشكلتنا الأساسية في القصة دي وجهة نصري يوم لما صلاحة صاب وخرج وقلنا بقين أحسن من غير صلاح الجملة دي بس خلي بالك الجمهور من حقه يقول إنه هو عايز ولكن هي جملة ليست صحيحة بالمرة ولن تكون صحيحة ولكن هي أثرت النهاردة حتى لو كسبت بطولة أفريقيا من غير صلاح خلي بالك علم لما أنت الناس كلها بتقول لك إيه إحنا ممكن نلعب من غير صلاح ده مش مش وقعي وتقصر واحد بقيم الصلاح يعني أنت فاهم فالناس حسة بس لما لعبنا بقى الماتشين فبدأت الناس ترجع تاني تتحط نفسها على الأرض إحنا من الأول يوم بنقول يعني أنت لا إحنا عشان فاهمين أنا أقصد إن الناس بتبقى لما بقى زعلان من أنا من الناس على فكرة لا تزعلت من صلاح بس زعلت من صلاح في إيه إن هو أنا حسه في الماتشات مع المنتخب ما بيديميش باور أعلى حاجة باور طبيعا تبقى كويس تبقى تساؤل جماهيري هل السكواد بتاع ليفر بول اللي كله بيخدم على صلاح واللي فيه أسماء كبيرة جدا ليه تأثير برضو فرق المستوى بين صلاح بتاع ليفر بول وصلاح بتاع المنتخب فيه طبعا فرق بس أنا بأتكلم في إيه أنا بأتكلمش في جزئية مستوى أنا بأتكلم في حتة تروح وقلب هو مش أجرزك حالو كده آه أنا مش بأتكلم منه أكيد مش هيديني زي ليفر بول أكيد أنا متأكد من ده لا أجواء ولا نوعية لعبة ولا جودة ملاعب ولا ولا في حاجات كتير قاوي تقدر تأثر عليه ولكن اللي احتكاكت لاش علاقة الحاجات الفاس بريمتان تبا عرفش يا جماعة خليكم معايا في الحتة دي كوفر مثلا كنا بنقول الخطة بتاعته بصد صلاح وكان صلاح أبرز حد في خطة كوفر تمام هو كان عايز وعنده رغبة أنا أقصد أنه في المواضيعين أنا شفتهم في الآخر ما كانش عنده فأنا طلعت كلمت في الجزئية دي ولكن ما تداشي تتكلم على صلاح أنه هو مش مؤسر لا طبعا مؤسر لا لا تداشي تتكلم على قيمته في وسط اللعيبة لا مهمة على العالة بيأخل اتنين مساكين معايا الناس بتبص للمواضيع إحنا عشان إحنا لعبنا كورة شوية فإحنا عارفين فيه تفاصيل كتيرة أو إنت بتاع هتفتقدها بدون صلاح حقيقة تفاصيل كتيرة مش الموضوع يا جماعة مش ملعب مش مربع خطت تدفع بالكامل أولا أنا لو أنا بلعب مدافع على صلاح عمل يا كل شوية حبص الناحة دي يعني أنا بلعب بالزبط لا ولو مدرب هتعمل حساب صلاح في الخطة طبعا طبعا ولكن أنا بقولك بقى كلعي كلعي كمان كاستوبر بقى واقف هو بلعب ناحية الشمال هناك مع الباك للشمال صح؟ أنت عارف أن دي أخطر حتة في المراحة أنا كل شوية آه أنا كل شوية رأي حبص يعني أدي ثلاثة هم أدي هو واخد عين ثلاثة أربعة أو الأربعة اللي وقفين وراء هو واخد عينهم مليون في الماء وبالتالي ده ورده يقولك على كلام ده يفقد كثير من التركيز لبعض والمدرب الواقف والمدرب الفرق اللي واقف هو طول الوقت بيبصرج على مين أو بيبص على مين من اللي يعمل لك مشكلة فهو أصلا واخد تركيز كمان المدرب وجهاز الفني ليه هو أنا بقى أنا في الوقت اللي عمل فيه صلاح كده أو لما كان صلاح أقل شوية أنا كنت بشوف أنه لأ هو صلاح ماشي كويس جدا وشايف أنه أنا شخصيين كده فهذا التقبيل بس إحنا بدأ نتاخد الجزء لأنه الحاجة الوحيدة أنت قطعتها عندما لما مشي اللي هو كابتن الفريق كان لازم يكمل بس بس دي كان فيها برضو سوق تفاهم بين إدارة منتخب مصر وإدارة ليفر بول لأن إحنا كان لازم نحمي اللعب بتاعنا أكتر من كده هو كده كده إحنا يتاخد على اللعبة 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 كورة سيبك بقى من ممكن من ناس تبقى بتهاجم وفنز علينا وماشي كل ده متأح أصلا هو اتقال شد خفيف اتقال شد خفيف وممكن إلحاء المواتش الجاي وصلاح قاعد لحد بعد بطولة أفريقية أسبوعين ما لعبش كورة تمام إحنا بقى كرياضيين نفهم ده مش مفروض أنه نطلع أقول أن صلاح والله ده عايز يمشي إحنا نسكت إحنا أصلا ما قلتني هي الكارسى أنه إحنا ما قلتناش هو كلوب الهات خلي دايما خلي حتتك دايما فنية بس التفاصيل التانية دي ما ينفعش أنا أطلع هاجم إسلام الشاطر على حاجة من غير ما عندي داتا ما عنديش داتا ما ينفعش أنا طلع النهاردة هاجم وبنان على إيه بالمناسبة ده اللي رضا بيقوله أنا ما ينفعش حد يطلع يتكلم على حاجة تخصني فيما يخص يعني الكلام اللي تقل في الانتربيو بتاع الراديو ما ينفعش تتكلم حاجة تخصني وأنا موجود وهي أنت ما تعرفش عنها حاجة كتير صح ما تعرفش عنها تفاصيل إحنا قعدنا وخلصنا حاجات كتيرة جدا 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 تفاصيل الكتيرة دي تبقى معايا في الحالة دي أنا معايا داتا أتكلم معنا خلاص ما أنا معايا بس في تفصيلة صغيرة صلاح طلع المؤتمر الصحفي اللي هو وهو مصاب قبل الماتش اللي قبل ما يمشي قبل ما يمشي بيوم واحد تمام المؤتمر الصحفي ما تقلش فيه أي حاجة بالليل كلوب بيعلن أن صراح راجع ليبربول ولوليها الفاينال هيرجع تمام من غير ما اتحاد الكرة يتكلم حال أنا بعيب على اتحاد الكرة كان لازم يبقى فيه تصريح مبصص من اتحاد الكرة طبعا بس أنا أسألك سؤال تاني ممكن تقول لي صلاح من يوم المشكلة لحد النهاردة قال حاجة دا أنا اللي همني في النقطة دي كلها اللي احنا عملينا نتكلم فيها وراحين جايين راحين جايين أنت كون العلاقة أنت جبت الموضوع يا رضا يا كابتر رضا من بدايته بس اللي هي حالة الندية لا توجهت حالة الندية كابتر حسام حسن هو واحد من أفضل المديرين فاني احنا حنشوفهم طبعا موجودين مع مصر خلال هذه الفترة وأنا بالنسبة لي مطش كرواتيا لا يعني طبيعي نتيجة طبيعية وبالعكس أنا شايف أننا عملنا على الأقل شوت على الأقل الشوت الأولاني بشكل مش وحش يعني فبالتالي أنا بشوف أن كابتر حسام لازم يأخد فرصته كاملة ولكن يجب أن المدير الفني المدير الفني هو اللاعب لاعب يجب أن يكون له دوره في احتواء كل اللاعبين وأول هؤلاء اللاعبين محمد صلاح طبعا أول هؤلاء اللاعبين هو لازم يبني على محمد صلاح وكل اللاعبين معناها عمر كمال لو محتاجه لازم تجيبه. حتى لو انا حتى لو انا شادد مع يعني فيه بيني وبين لعيب يعني. ما خلاص الموضوع انت. العلاقة ان العلاقة متوترة. انا كمدير فنة بقى زكي. يعني ايه? في تصريح هخليه يبقى مكسوف من نفسه. انا عارف خليك كسف مني. كابتن حسن شحاطة عمل كده في مشكلة ميدو مسلا. يعني لو نفتكر في 2006 برضو كان ميدو في نفس تقريبا وضع صداحة. تمام. لحد قبل المشكلة بتاعته هو خارج من الملعب كابتن حسن شحاطة رغم ان كان طالع ان فيه خلافات بين ميدو وحسن شحاطة وان ميدو عايز يدخل في التشكيل ساعتها. كل ده كان متقال ساعتها يعني. تمام. بس كابتن حسن شحاطة بيلعبوا كل موش. يغيروا. ولحد ما حصلت المشكلة كان كابتن حسن شحاطة ساكت تماما. بصولك حاجة احنا الفرق برضو بين الجيل ده والوقت اللي احنا في الميديا بقت مؤسرة جدا. سوشال ميديا. طيب انت كمدير فني دورك فني بس. لا طبعا. لا طبعا. انت لازم تبقى ذاكف تصرحاتك. تصرحاتك اللي بتقولها لازم تبقى عارف انت بتقولها عشان مرضوضها هيبقى ايه? عشان فبالتبعي هينا الى القوضة هيبقى عامل ازاي? ديها فيلم. يعني قصة كبيرة يا جماعة. لا انت حليت الموضوع يا ريدا. بجد انت حليته تماما في موضوع انت بتقول لندية. لانه انا ما انفعش ابين انا عايز ابين للناس كابتل حسام هنا وكابتل حسام بيتقبل مني الحقيقة. كابتل حسام بقول له كابتل ما انفعش عايز تبين للناس ان انت اقوى انت مليون في المية اقوى من صلاح. انت مليون في المية اقوى من اي لعيب. لانه انت المدير الفني للمنتخب. انت لو مش عايز تجيب اه محمد صلاح ما هتكتب الاسماء من غير محمد صلاح. محدش هيقدر يجبلك. انا دايما كنت استغرب من ايه? ان يقول لك ايه? المدير الفني ده مجبر اي مدير فني بقى بشكل عام. يقول لك المدير الفني ده مجبر ان هو يلاعف فلان. لا طبعا. طب انا مش هلا. على فكرة. على فكرة المجبر ده ميقاش مدير فني. بربو عليك. لأ. لأ هو برضو في نقطة. لأ. لأ. كابتل حتى دي بسرعة. قبل مين اللي بيخش يقول التشكيل فني. هو المدير الفني. طبعا. مش عايز الاعب عبد الرحمن. بالزبط. مش هلاعب عبد الرحمن. مش لو رئيس النادي قال لي. لو رئيس اتحاد الكورة قال لي. بالزبط. طب هل هل المشكلة دي سببها ان كابتل حسام حسن كان عايز صلاح للمعسكر ده. وحصل الجدال ساعتها ان صلاح جاي او مش جاي وفي الاخر. لا لا لا. لي مش دي اساس. لا 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 الموضوع من الاول. اساس المشكلة ان في وقت ملقوات كابتل حسام مطلع في تحليل بيتكلم على صلاح. صح. الطريقة ما كانتش زريفة فصلاح متضايق. من الموقف. من هنا وقفنا بقى. الطبيع ان ان انت لو يعني بعد ما اعلننا ان كابتل حسام لازم هنا يبقى فيه اه تدخل اه اه الدنيا تيهد. او انا وجهة تاني هقولها. انا دايما بشوف اللي بيسوق كل المنظومة مدير الفني. صح. انا كده برضو. يعني اللي بص اللي بيهد الدنيا للمدير الفني. اللي بيشعل للدنيا للمدير الفني. اللي بياخد القرات المدير الفني. اللي بيحتوي. اللي بيحتوي. اصلنا للسيناريا بالنسبالي اكتر من حدث. يعني ماشي. التصريح ده اول حاجة اللي هو كان قبل ما كابتن حسام حسن يتولى قيادة المنتخب. بعدين صلاح هيجي ولا مش هيجي. كابتن حسام حسن مصر ان صلاح ييجي. وليبر بول مصر ان هو لسه بيستكمل الدور العلاج بتاعه. وبعدين التصريحات بتاع بعض المنش. الاسماء اللي اتقلت وما فيهاش محمد صلاح. التلات ترتيبات دولة بالنسبالي موضحة لي ان المشكلة ما بتتحلش. ما هي. بس انا عايز اقولك حاجة. انا بالنسبالي اول تصريح ما يمنيش. اللي هو كابتن حسام كمحلل هو رأيه. صح. تمام. وده رأيه وهو حر. لكن كابتن حسام كان مليئة فني. ثانية واحدة. يجب ان يقول. حلوة. بس استنى. فضل. رأيك ده انت حر فني. لما انا بقيت قيادة. ايوة. فلازم اقرد بقى اللي بعد اللي انا عملت. لا لا مالحقوش. الحقو ازاي. ايوة. ازاي ما اهدا. برافو علي. او الاحتوائي. بس كده. لمحمد من خلال ما بعد كده. ايوة ده وجهة نظري. ده لانا بقولهه. لكن انت انت عملت هنا تصريح قول. حلو كده? فبقيت انا مسؤول. بقيت انا مسؤول عن اللي انا هجمته. فالطبيعي ان انا لازم هنا انا هدي الدنيا دي. لازم انا اللي اخد القرار. سواء انت خيول يا جماعة. الناس ما تفهماش. ما هي. هدي دي مش معناه ان انا اه اه اطاطي. لا. لا. بقول كده. سواء انت خيول. بصوا يا كابتن اسلام. محدش هيقبل ان اه اه عمري ما هيقبل ان المدير فني اه يقلل من نفسه. ده مستحيل. انا 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 راجل انا راجل مؤمن بالتخصص جدا. انا راجل مؤمن بالتخصص. اه رئيس النادي رئيس نادي مدير الفني مدير الفني لعابة كرة لعابة كرة. انا بقول لحضرتك انه خلال الفترة القادمة هتلاقي كابتن حسان بيحتوي هذه المشكلة لانه انا شايف كابتن حسان عادت بقولك معاه فترة طويلة جدا في احنا في السعودية فانا كلمت معاك كتير وكلمت مع كابتن ابراهيم كتير جدا شايف ان الموضوع اتغير للناس عايزة تعمل. طب هل تواصله معاك كابتن وانت في السعودية ما انا سألتوش الحقيقة. ما هو ده سيقال مهم جدا هل حصل تواصل بين كابتن ابراهيم او كابتن حسان مع صلاح نفسه. يعني انا ده اه 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 انا ده اجابة واحدة. في كواليس مش هتبقى. اه. مش هنعرفها. حلو كده. بس النصيحة في القصة دي عشان بس اه اوقات انت كمدير فني في مؤسسة كبيرة او في نادي كبير. يعني احنا دوقات مش نادي كبير. ده احنا في بلد. اتخب مصر معاك تحاجة في مصر. فاللي حواليك كتير. ولقراء كتير. واللي حواليك اوقات يسخنوك يضروك. مايفدكش. انا شايف. وفي ناس كتير اهوة حواليك مش عايزك تنجح. خلي بالك لازل تبقى عارف كده. لازل تبقى عارف ان اللي حواليك دايما مش طوال وقت عايزين ينجحوك. صحيح. خصوصا لأسماك كتير يتقالب. ودايما الكل واحد بيتكلم من وجهة نظره هو الشخصية. في ناس بتبقى مش حبة صلاح فيقوله لا انت لازم تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. نصيحة. نصيحة. في الليفل ده الليفل اللي هو منتخب مصر لما تجي تعلم في منتخب مصر لازم تبص لكل الامور الفنية والشخصية والزهنية والاحتواءات والتصريحات. انا بطلع النهاردة بتكلم في الا. لو انا هطلع النهاردة هتكلم على مصابين. لو مش هقولي اسم صراح مش هقولي اسم اسحد تاني. مصابين بالكامل وخلاص. مش هقول حد. عندنا مصابين وعندنا غيابات. شكرا. كلمة شاملة وعم يعني شاملة لكل الاحداث. فهنا انت بتهدي كل حاجة. انما هتدخل في قصة ان انت النهاردة اه مش هيفرق معايا واي حد ييجي واي حد يلعب. لا. لا اي حد ييجي. ولا اي حد يلعب. ولا هي ماشي بالروح وقلبي بس. خلي بالك الكابتن حسام عارف الكلام ده كويس جدا. ايوة من عشان كده. عارف الكلام ده اكتر من اي حد.